تيم لندر كينغ، من دواعي سروري اندمامك إلينا، أطعنا على الوضع السعيد حالي، مدى قربنا من كارثة بيئية، شكرا لك كثير هادل، أعتقد أنك تشيرينا للنيران مشتعلة على متن الناقلة التي تحتوي على مليون برميل من النفط، لقد مرنا بهذا من قبل عام الماضي مع الخزان السافر، لقد كانت عملية دولية ناجحة لتجنب تسرب نفط كبير تحدث عن تسرب يفوق أربعة ضعاف، تسرب أكسن فالديز في ألسكا قبل عدة عقود، مضت، كان هذا سيقضي على اليمن صناعة الصيد والتدخل في الحرية الملاحة، تدمير نظام البيئي الساحل الحساس، إنها كارثة ويمكن الوقاية منها بسهولة ما كان يجب أن تحدث في المقام الأول من الواضح أن هذا يأتي في سياق معين الحوثيون يواجهون السفن في البحل أحمر دعما لغزة بالنسبة لمعظمنا، هذا موقف لا يرقى إلى المستوى الحدث هم لا يفعلون أي شيء لمساعد غزة أو الفلسطينيين بمهاجمة السفن اعتيادية بطريقة متهورة وأشوائية قد غرقوا سفينة وقتلوا التاقم، لقد أدرموا النار في السفينة وعرقلوا سيرها على الرغم من التصريحات العنية، لقد عرقلوا الجهود المبدولة لإنقاذ هذه السفينة وسحبها وإدفاء الحراق لذا هي لحظة حساسة للغاية، إذن هذا تحديد أعطي إطار زمن، ما مدى قربنا من وقوع هذه الكارثة يقول الخبراء إنه بعد عشرة أيام لا يمكن أن نبدأ بمعاية الأدرى التي لحقت بالثقوه هناك العديد من الحرائق المشتعلة على السفينة لا يوجد تسرب نفطي حتى الآن لم نتمكن رؤيته كثير من الناس يراقبون السفينة لهذا السبب بالذات لكن نعم كما تعلمين أنه سباق مع الزمن هذه الحراق مشتعلة مثل قنبلة موقوتة ويجب التعامل معها وهذا يعني أطراف من هذا الصراع اليمني والأطراف المتسارعة مع بعضها البعض بحاجة للعمل معا والتنسيق فيما بينها لتحقيق ذلك نأخذ خطوة إلى الوراء، كيف وصلنا إلى هذا؟ لأن هذا كان صراعا بين أعضاء إدارة الحالية قالوا عدة مرات عدة مرات كان نتيجة مباشرة لتدخل سعودي في اليمن لقد كنت في تلك المنطقة لفترة طويلة جدا أطلعني على هذا لذا عندما تم تعيين مبعوث لليمن من قبل إدارة بايدل في وقت مبكر جدا في فترة ولاية الإدارة الأمريكية كانت لمرة الأولى التي تقوم بها الولايات المتحدة بالتعيين مبعوث لليمن وما فعلنا هو تعاون الوثيق مع المملكة العربية السعودية والعومانيين وآخرين في الجوار وفي الحقيقة الأطراف اليمنية نفسها التي لديها كما تعلمين صوت رئيسي كما واضع فيما يحدث لبلدها ومبعوث الأمم المتحدة وبفضل هذه الجهود المشتركة تمكننا من التوصل إلى هدنة في حرب أهلية دام ثماني سنوات مع أربعمائة قديفة تأتي عبر الحدود من المملكة العربية السعودية كل عام وتذكر رؤيتها في الشارع في الرياض تتذكر صحيح وهناك كان بإمكاننا أن نسمع ونشعر بالحطام يسقط وكانت هناك غارات جوية سعودية على اليمن تلحق الأضرار أيضا وتوقف هذا الوضع وأعتقد أن هذا أمر رئيسي إنه إنجاز كبير يجب أن لا يضيع في السياق الحالي هناك هدنة في اليمن وقد صمدت منذ أبريل 2022 وكانت هناك جهود قوية للغاية لوضع خارطة طريق لعملية السلام وقد تحقق ذلك وتم إنجاز الكثير من العمل بين السعوديين والحوثيين والحكومة اليمنية العمل معا بشكل أساسي لتوصل الاتفاق على خارط طريق خارط طريق تلك موجودة وهي موجودة هناك لكنها متوقفة مواقة لأن غزة حدثت في السابع من أكتوبر بعد ذلك بوقت قصير جدا لديك الحوثيون وجمعت أخرى متحالفة مع إيران تحاول فرض نفسها والحوثيون على وجه الخصوص على ما أعتقد ينتهكون الماء الدولية بهاجمة السفن التجارية والسفن المدنية في البداية قالوا إنهم كانوا يهاجمون السفن التي تدخل وتخرج من إسرائيل ليس هذا ما حدث هذه هجمات عشوائية ومتهورة على أي سفينة أي سفينة تتحرك في البحر الأحمر في منطقتهم في محاولة ترسيح السيادة كحكام للبحر الأحمر لن يحدث ذلك لن يدعم المجتمع الدولي ذلك لن يسمح بذلك لذلك هذا للأسف هو السياق الذي وجدنا نفسنا فيه لسؤالك لو عني الناقلة وسبب احتراقها هو شيء كما قلت يمكن الوقاية منه ويجب التعامل معه بسرعة وبسرعة عاجل الوسائل موجودة والموارد موجودة دعونا نخرجهم ونطفئ تلك الحرائق في السفينة وأن تستخدمين تعاقدين مستقلين من أجل إدفاء هذه الحرائق صحيح هذا صحيح نحن على اتصال معهم لكن هذا هو الوضع وهذا لنه خطيل للغاية بالنسبة إلى الولايات المتحدة أن تكون السفن في ذلك الوضع حسنا أعتقد أن الطريقة التي يتطور بها هذا الأمر هو أن تلك علاقة وثيقة للغاية فيما يتعلق بالبحار مع البحثة البحرية بقيادة الاتحاد الأوروبي وأيضا المراقبة الجوية وهما يتشاركان بشكل وثيق جدا يقومون بعمل رائع لا ما أعتقده في توفير كل كما تعلمين مرافقة أمنية الفرد فريق الإنقاذ الذي سيذهب إلى هناك من المخزي أن هناك حاجة لها مرافقة أمنية ما بيدفعنا التفكير في جميع الموارد وذلك لأن هناك تهديد حوثي يمكن أن يهاجم الحوثيون طاقم الإنقاذ رغم أنهم قالوا أنهم لن يفعلوا ذلك لغاية قالوا علن أنهم لن يتدخل يجبون يلتزموا ببوعدوا به حتى ينجح هذا الأمر ما هي الخطة لوقف هذه الهجمات كانت على نتاق واسع أعتقد أن ما قاله الحوثيون أنه يجب أن يقف أن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة نحن جميعا نريد وقف إطلاق النار في غزة لا شيء على الساحة العالمية في الوقت الراهن وبالتأكيد في الشرق الأوسط أكثر أهمية من وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء القتل وإطلاق سراح الرهائن وهذا شيء نعم تعمل ويات المتحدة عليه تنكثب كما تعلمين مع حلفاء رئيسي للقيام بذلك لا يفعل الحوثيون أي شيء للمساهمة في نهاية الصراع في غز إنها مجرد ذريعة إنهم كما تعلمين يدفعون بجندتهم الخاصة هناك لقد أصبح الأمر يتعلق بمسرح سياسي بشكل أساسي ولكن معه طولة كبيرة جدا العواقب وخيم أرواح تزهق في البحر الأحمر كما قلت وكما تعلمون هذه كارثة ستكون مدمرة بشكل كبير لما هو حيوي ممر مائي وممر مائي دولي حيوي وستراتيجي ولكن كم من الوقت في رأيك استغرق وضع حد لهذه الهجمات إن ذلك تطل تدخل العسكري والمتحدة كالعادة تدفع الجزء الأكبر من هذا حسنا أعني أعتقد أن الجميع يدفعون الجزء الكبير من ذلك إذا نظرت إلى التأثير على شحن الصيني والاقتصاد الصيني فهو أكبر من تأثيره على الاقتصاد الأمريكي لأن الكثير من السفون تضطر إلى تحويل مصاري وتجنب المنطقة صحيح لكن أسلحتنا هي التي تستخدم للقضاء على هؤلاء الرجال حسنا نحن لا نقضي عليه شخص ما فعلناه هو التركيز بشكل خاص على قدرات العسكري العوثيين ترجمة نانسي قنقر